ما بين ارتفاع أسعار المحروقات وعدم الالتزام بتشغيل العداد يشكو أهالي محافظة إربد من سائقي التكسي الأصفر الذين يتم تحرير حوالي 30 مخالفة بحقهم يوميا 30 مخالفة تحرر يوميا لدى قسم سير محافظة إربد بحق سائقي التكسي الأصفر لعدم تشغيلهم العداد ووفقا لمصدر أمني في سير إربد فإن 20% فقط من سائقي التكسي في إربد ملتزمين بتشغيل عداداتهم سائقو التكسي يقولون بأن ارتفاع أسعار المحروقات شهريا يحول دون تشغيلهم للعداد ويؤكدون على أن تشغيله سيضعهم أمام خسائر كبيرة تحول دون قدرتهم على الإيفاء بمتطلباتهم اليومية العداد ما هو منصف يعني لا منصف بحق الراكب ولا بحق السائق يعني فتحة العداد هي هي الانتظار احنا بنعاني منها من زمان يعني موضوع الانتظار يعني بنقعد بالأزمة ساعة وبزدتها يعني الراكب بنزل بنتها الليرة وبنزل وإذا قلت له ليرة ونصف بديو يشتكي عليك وانت قاعد تحكي عن 2500 سيارة في إربد طب انت هالضغط هذا كل ياته يعني تفكر أنه في ضغط كبير على التكاسي أو أنه تركاب أنك تقدر تأخذ منهم أو تطلع هذا الرقم أنك تقدر تأبي بنزين وتأخذ أجارك وتسلم صاحب السيارة ما في منه هذا الاشي والبنزين قاعد عم كل من برتفع ارتفع أربع مرات خمس مرات مع بعض ورفوع العدادات يعني زي ما هي فتحت العداد بـ 25 وبعد الساعة داشت بالليل يعني رفعته 30 قرش وبعد قاعد معنا يعني قرش بالمتر هيئة تنظيم قطاع النقل في إقليم الشمال أكدت على لسان مديرتها رولا العمري بأنه يتم تعديل الأجر بالتزاون مع أي تغيير يطرأ على أسعار المحروقات وأن التسعير منصفة جدا معتبرة تشغيل العداد بأنه الفيصل بين الراكب والسائق فيه عزوف عن استعمال التكسي العداد بالتكسي يعني هذا موضوع يعني إذا إنهم اعتراض إنه التعرفة منصفة أو غير منصفة الهيئة بتدرس موضوعهم يعني وعولجت بالفترة الماضية مع رفعة الأجور كرفعة محروقات لكن من صالح التكسي ومن حق مالك المركبة ومن حق السائق يعني إنه يستخدم العداد إذا إله اعتراض عليه يقدم اعتراضه للهيئة الراكب مش مجبر بتعويض النقص اللي بعاني منه صاحب التكسي أو صاحب أو سائق التكسي معضرة تشغيل العدادات تراوح مكانها منذ سنوات في إيربد والجهات المعنية ما تزال تعاني ضمن مجال إيجاد حلول خاصة وأن إيربد تشكل ما نسبته 35% من منظومة النقل العام العاملة في المملكة ترجمة نانسي قنقر